لو كان هؤلاء يعقلون حقا لردوا بمثل الرد الذي أنا الآن أتكلم به لاحظوا أقول مثلا أنت يا أيها الشيخ يا أيها الرافضة إنما استدللتم بحديث مداره على الوليد بن جميع وهو متهم بالتشيع فالحديث إذن منكم وإليكم ونحن في قواعدنا المحررة أو المقاعدة أن الراوي وإن كان ثقة هذا على فرض كونه ثقة إذا روى ما يدعم بدعته ومذهبه فالرواية مردودة وهذه رواية تدعم بدعته في التشيع إذ الشيعة يبغضون أبا موسى الأشعري فإذن على ما تحتج علينا خلص الرواية مردودة ومنكرة والسلام عليكم شو ما أسهلها؟ شو ما طولت دقيقة؟ الرد لاحظته شلون؟ هذا رد موضوعي وعلم بالفعل الرواية الصحيح التي أنا استدللت بها مدارها على الوليد ابن جميع صحيح لها طرق لكن كندها تلتقي عند الوليد ابن جميع عن أبي طفيل دعونا نراجع الرواية من جديد في مصنف ابن أبي شيبة برقم سبعة وثلاثين ألف ومئة وأربعة عن الفضل ابن دكين عن الوليد ابن جميع عن أبي الطفيل قال كان بين حذيفة وبين رجل منهم من أهل العقبة بعض ما يكون بين الناس فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة فقال القوم فأخبره فقد سألك فقال أبو موسى الأشعري قد كنا نخبر أنهم أربعة عشر فقال حذيفة وإن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر أشهد بالله أن نثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعذر ثلاثة أو وعذر ثلاثة قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا علمنا ما يريد القوم إذن الرواية هذه مروية عن الوليد بن جميع وحتى تلك التي جاءت في مسند أحمد هي أيضا مروية عن الوليد بن جميع سند أحمد هذا حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير وأبو نعيم قالا حدثنا الوليد يعني بن جميع قال أبو نعيم عن أبي الطفيل وقال محمد بن عبد الله حدثنا أبو الطفيل إلى آخر الحديث وسند مسلم أيضا يلتقي أو يمر للوليد بن جميع قال هذا سند مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو أحمد الكوفي حدثنا الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل قال إلى آخر الحديث أو الأثر فما هو الجواب إذن الآن شو جاء ناظر نفسي جوابنا أولا الوليد بن جميع موثق محسن منفي عنه البأس من الأكابر عندكم قال أحمد بن حنبل ليس به بأس وقال أحمد بن صالح الجيلي ثقة وقال ابن حبان ثقة ذكره في الثقات أما ابن حجر العسقلاني فيقول صدوق صدوق يهم ورمي بالتشيع وهذه رمي على سبيل التمريض نحن لا نعلم الذي رماه بالتشيع وعلى أي شيء استند الذهب يقول وثقوه وهذه حكاية عن جمع من علمائهم وأكابرهم ممن يحتج بهم قالوا وثقوه قولة واحدة يحيى بن معين يقول ثقة مأمون مرضي شوفوا الثقة مأمون مرضي كل هذه الأوصاف في من؟ في الوليد بن جميل هذا الذي يجتهدون الذي يرد روايته بدعوى كونه شيعيا وسيتبينوا إن شاء الله يكفي أيها الإخوة أن مسلما في صحيحه قد احتج بالوليد بن جميع واعتمد روايته هذه بالذات حتى لا يقال قد احتج به في غير هذه الرواية عين هذه الرواية كما تبين معنى البارحة هي ذاتها ليست رواية أخرى عينها قد احتج بها مسلم ألم تتفق الكلمة عندكم يا معشر البكرية أن أصح كتابين هما البخاري ومسلم وأن كل ما فيهما صحيح فهذا الخبر وارد في صحيح مسلم والراوي والراوي معتمد عند مسلم بأن ما في صحيح مسلم صحيح من أوله إلى آخره إذا أراد تضعيف هذه الرواية فمعنى ذلك أنه مستعد لمخالفة ذلك الإجماع المدعى ومن ثم لنا حينئذ أن نلزمه بعدم الاحتجاج بمسلم إذا ما جاءنا برواية نراها مخالفة للذي نحن نعتقد خصمه له أن يلزمه بذلك يقول ما الحجة في ثبوت هذه الرواية عندك أن مسلما أخرجها فأنت تقول ليس كل ما في مسلم صحيح لأنك قد استثنيت هذه الرواية من الصحة والحال أن مسلما حكم عليها بالصحة واحتج بها ثم إنه ليس مسلم وحده هو الذي احتج بالوليد بن جميع بل إمامكم السيستاني أبو داود صاحب السنن هو أيضا قد احتج بالوليد بن جميع وأخرج له أحاديث أو حديثين بحسب تصفح هذا اليوم على عجل الحديث الأول برقم خمسمائة واثنين وتسعين والآخر برقم ألفين وتسعمائة وثلاثة وسبعين ونحن نعلم أن أبا داود السيستاني أو السيستاني قال في رسالته في الصفحة سبع وعشرين قال ما كان فيه في كتابي من وهن شديد بينته ومنهما لا يصح سنده وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح كل المشتغلين بالعلم عندهم يعرفون هذا الأمر أنه سنن أبي داود هذا أنت تتصفحه تارة تجده يخرج حديثا لا يستدرك عليه بشيء لا يعلق عليه بشيء فمعنى ذلك أن هذا الحديث صالح يحتج به وبرجاله وتارة لا يستدرك ينبه على أنه هذا الحديث في هذه العلة فيه كذا فيه كذا فحينئذ لا يحتج به طيب هذان الحديثان الذان أخرجهما عن الوليد بن جميع لم يستدرك ولم يعقب عليهما أبو داود بشيء مما يكشف بنان على قاعدته في مقدمة السنن أو في رسالته مما يكشف عن كون الوليد بن جميع عنده حجه وأنه ثقة كما هو الحال عنده مسلم فهذان إمامان عظيمان عندكما قد انضم إلى الأئمة الآخرين عندكم في قبول رواية الوليد بن جميع وتوثيقه أفأنت تأتي يا من لا يعرف أصلك من فصلك في مثل زماننا وتتقدم على أولئك الأئمة الكبار الرجل ثقة روايته يحتج بها أما عن تهمة التشيع فأولا الرجل كما يقول الذهب رمي بالتشيع هل علمت من الذي رماه هل تحققت من حجر الذي رماه أو ابن حجر قال رمي بالتشيع من الذي رماه بالتشيع رمي مبني المجهول من هو هذا المجهول الذي رماه الوليد بن جميع بالتشيع لعلك تجده شخصاً ليس ذا خبرة لعلك تجده متحاملاً مثلاً أيمكن أن تتساوى أو تتعادل هاتان الكفتان كفة فيها أحمد بن حنبل يحيى بن معين يحيى بن معين بن حجر الذهبي أبو داود مسلم صاحب الصحيح وغيرهم ممن وثقوه أو حسنوه أو نفوا عنه البأس واحد مثل يحيى بن معين مثلاً إمامهم العظيم هذا الذي يرجعون إليه في الجرح والتعديل يقول ثقة مأمون مرضي كلهم أعلام معلومون يتساوى تتعادل هذه الكفة مع كفة أخرى لا نعلم من القائل فيها مجهولون أناس مجهولون بالله عليكم هذا ممكن يعقل هذا ثم كما بينا نحن في بعض ردودنا على بعض الإخوة المتصلين لما قالوا إن هناك متهماً بالتشيع في سند هذا الحديث قلنا إن هذا الإشكال يستلزم الدور لماذا؟ لأنهم إنما اتهم الوليد بن جميع بأنه شيعي على حد زعمهم بناء على ماذا؟ ما هو المستمسك هنا في ذلك؟ ما هو سندهم في ذلك؟ ما هي حجتهم في ذلك؟ لو سألتهم لعلمت أنهم إنما يتهمونه بالتشيع لهذه الأخبار نفس هذه الأخبار المبحوثة مثال ذلك من؟ ابن حزم مثلاً ابن حزم الذي مر معنا قوله في تضعيف الوليد بن جميع إنما ضعفه بناء على ماذا؟ قال لأنه روى أخباراً فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وأبا موسى الأشعري أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله في العقبة هذا دور إذن لا يقبل منطقياً لأنه أنا أبرز لك حديث رجل ثقة هو ثقة صحيح؟ وأقول لك إني ألزمك به أحتج بهذا الحديث عليك تأتيني أنت تقول الرجل عندي ليس بثقة أقول لك لماذا؟ تقول لأنه متشيع شيعي النزعة أقول لك لماذا هو شيعي النزعة؟ كيف علمت؟ يقول لهذا الحديث فرجعنا من جديد دوراً لنفس هذا الحديث هذا دور وهو لا يقبل حينئذ القضية حينئذ تكون أهوائية خاضعة لهواك فقط أنت إذا وجدت الحديث مقبولاً عندك ما اتهم تراويه بشيء أما إذا وجدته يخدم الشيعة مع أنه وارد في صحاحك قلت الرجل شيعي فنرد روايته التي تدعم مذهبه وهذه منها فرددناها شنو اللعب هذا؟ اللعب أطفال هذا هذا الدور لعب أطفال لو كان لديك مستمسك انتبه أنهم مثلاً حكوا عن الوليد ابن جميع تشيعه لمعروفيته بذلك مثلاً من مذهبه خاض نقاشاً مع أحدهم استنطق فأجاب بذلك قال نعم أنا شيعي وأبرأ إلى الله من أبي موسى الأشعري مثلاً لن تفى الدور هنا إشكال الدور ينتفي لكن أما وإنك إنما تشكل عليه أو تتهم بالتشيع بناء على نفس هذه الأخبار فهذا دور وهذا لعب عيال الأمر الثاني سلمنا جدلاً أن الرجل شيعي مع أن أحداً ليس لديه دليل ولا حجة على ذلك انتبهوا لا دليل على ذلك الأقوال أقوال مجهولين وهي بناء على نفس هذه الروايات كما في المحلال ابن حزم هب جدلاً أن الرجل شيعي فأول سؤال هنا أن التشيع هذا الذي اتهمتموه به أو نعتموه به هو بأي معنى التشيع المستلزم للبراءة والرفض والذي عليه نحن الرافضة أم هو التشيع في اصطلاحكم أنتم كل مشتغل بالعلم وبالرجال بالجرح والتعديل بالحديث عندهم يعلم أن هناك تمييزاً بين التشيعين عندهم كلمة الشيعي في تراجمهم لا تعني بالضرورة الشيعي الذي نحن عليه التشيع الذي نحن عليه الذي فيه رفض وبراءة بل الشيعي عندهم مثلاً النسائي تخيل النسائي إمامهم النسائي صاحب السنن قالوا عنه إنه شيعي أحد يصدق أن النسائي كان يرفض أبا بكر وعمر يبرأ منهما مثلاً كما نحن اطبري إمامهم صاحب التاريخ صاحب التفسير قالوا عنه إنه شيعي وغيرهم وغيرهم أحد يصدق أن هؤلاء كانوا يبرؤون من هؤلاء من الصحابة على تعبيرهم أبداً الشيعي عندهم بمعنى أنه يميل شيئاً ما إلى علي بن أبي طالب عليهما السلام حتى ولو كان هذا الميلان بمقدار إخراج شيء من فضائله أو خصائصه كما فعل النسائي النسائي لماذا تهموا بالتشيع وما الرجل الشيعي ما الرجل الشيعي البتة لماذا تهموا بالتشيع لأنه ألف كتاباً بعنوان خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام أورد فيه الأحاديث الواردة في فضائله هذه تهمته عند القضاء الطبري لماذا تهموا بالتشيع لأنه ألف كتاباً من أجزاء في إثبات حديث الغدير وتعداد طرقه المعتبر فقالوا الرجل شيعي تخيل اتذري يطلع شيعي بالأخير فإذا لما يقال الوليد بن جميع شيعي نقول تنزلنا وقلنا إنه شيعي ولكنه شيعي بمعنى أن له شيئاً من الميلان والإقرار بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام لا أنه يبرأ حتى نحتمل أن روايته في ثلب أبي موسى الأشعري هي داعمة لمذهبه ما هذا مذهبه أصلاً هو لا يبرأ من أبي موسى ولا يبرأ من أبي بكر وعمر هذا شيعي بالمعنى البكري لا بالمعنى الرافضي الشيعي عندهم كذلك كل من قدم علياً على عثمان يعني الذي يقول إن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الترتيب في الفضل مثلاً يقول أبو بكر عمر علي عثمان قالوا عنه إنه شيعي ويزعمون أن هذا هو أصل التشيع هم يقولون أنتم الشيع اليوم هذه عقيدة طارئة حادثة فيما بعد أنتم بالغتم وإلا الشيع في السلف غاية ما هنالك كان عندهم شنو تقديم علي على عثمان لأنهم يبرؤون من عثمان فضلاً عن أن يبرؤوا من أبي بكر وعمر بل كانوا يجلونهم غاية ما هنالك يقدمون علي على عثمان فهذا الرجل من السلف من التابعين أكان رافضي ما أحد قال عنه إنه رافضي أنتم لاحظوا في التراجم عندهم في تراجم الرجال وفي الجرح والتعديد يميزون بالفعل يميزون حينما يريدون توصيف أحد بأنه كان يبرأ من أولئك كأبي بكر وعمر يقيدون يقولون شيعي رافضي يأتون بكلمة رافضي أعرفت وأحياناً يحملون عليه تالف هالك محترق ما أدري كذا شتام رافضي جلد هكذا يعبرون أما إذا اقتصروا على كلمة شيعي فلا تدل على الرفض بحال من الأحوال وإنما تدل على ذلك التشيع الطفيف الخفيف في نظرهم وإذ ذاك يكون التشيع حتى على التنزل في أنه شيعي حتى لو نزلنا على ذلك وتنزلنا فهذا لا يستدعي رد روايته هذه لماذا؟ لأنه غير قائل بالبراءة والرفض فإذا هو بريء من تهمة الحط على أبي موسى الأشعر لمذهبه لأنه أصلا لا مذهب له في الحط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أو التحامل عليهم وبالفعل نجد في مروياته ما يدل على براءته من ذلك وأن الرجل بحسب ما نرى من رواياته لا أثر فيها للتشيع بمعنى البراءة أو الرفض أو التحامل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بل على العكس في الحقيقة إن الرجل جاء بأحاديث وروايات تخالف معتقد الشيعة تماما بل هي حجة لخصم الشيعة عليهم المثال الأول من أحاديث الوليد بن جميل لاحظوا معي في مسند أحمد مسند أبي بكر الصديق هو يقول رضي الله عنه لعنة الله عليه هذا الزنديق لاحظوا السند ولاحظوا متن الأثر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وسمعته من عبد الله بن أبي شيبة هؤلاء آل أبي شيبة كلهم من محدثيهم الكبار ومنهم صاحب هذا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل تبهوا عن الوليد بن جميع هذا الراوي عن أبي الطفيل يعني نفس تلك الرواية التي نفس السنة تقريبا هنا يلتقي يعني عن أبي الطفيل كذلك قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله قبض يعني شنو استوشهد توفي صلى الله عليه وآله أرسلت فاطمة إلى أبي بكر الزراء عليه السلام أرسلت إلى طاغية الأول أنت ورثت رسول الله أم أهله فقال لا بل أهله قالت فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وآله كل الأمة تعلم أنه وقعت منازعة ما بين الزراء عليه السلام والطاغية الأول أبي بكر في شأن ميراثي رسول الله صلى الله عليه وآله كان أبو بكر يزعم أن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث إنما عاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث وبهذا حرم الزراء عليه السلام من إرثها أو إرثها فهذه صورة حسب روايتهم نحن نتكلم انتبهوا هذا إلزام وليس التزاما هذه صورة من صور تلك المنازعة أن الزراء أرسلت إليه قالت من يرث النبي أنت تريث وأنت الغريب أم أهله فأبو بكر أقر قال لا بل أهله حسب القاعدة قالت فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كأن أبو بكر هنا أعطى قاعدة كلية أنه نعم أهله يرثونه إلا ما خرج بالدليل الشرعي كقضية الأموال لاحظتم؟ فهنا الزراء تحتج عليه فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده ألست أنا الذي قمته من بعده أنا الخليفة من بعده فإذا هذه الطعمة هذا الإرث يكون لمن؟ لأنا أنا خليفة المسلمين القائم بالأمر من بعده فأنا من أتصرف به حسب ما أرى من مصالح المسلمين يقول النبي قال هذا الكلام الآن لاحظوا في رواية الوليد بن جميع ذاتها هذه ماذا تزعم في ذيلها؟ أن الزراء عليه السلام أقرت ورد هكذا أن أبا بكر يقول فرأيت أن أرده على المسلمين يعني هذا إرث النبي صلى الله عليه وآله أرده على المسلمين قالت قالت الزراء عليه السلام فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله أعلم يعني الزراء أقرت بأن أبا بكر أعلم منها في هذه المسألة وسلمت وأنه أعلم بحكم أبيها صلى الله عليه وآله منها هذا الحديث بالله عليك يحتمل أن يكون المحدث به شيعيا رافضيا هذا حديث على النقيض تماما من عقيدة الشيعة الشيعة يقولون أن الزراء عليه السلام لم ترضى عن أبي بكر واستشهدت وهي غاضبة عليه أما هذا الحديث يقول بالعكس تماما فلو كان الرجل رافضيا له تحامل على أعداء الشيعة أو من يعتبرهم الشيعة أعداء ورأسهم أبو بكر هذا أول واحد كل شيع في الدنيا تسأله من عدوك الأول يقول أبو بكر أول من أسس أساس الظلم والجور على أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله فيأتينا واحد تريد أن تقنعني بالله عليك أن الوليد بن جميع رافضي شيعي متهم بأن ما يخرجه من أحاديث أو يرويه من أحاديث قد يكون قد افتعلها قد اصطنعها لأجل خدمة مذهبه وهو هذا الذي يذكره ويرويه الرجل بريء من ذلك إن كان شيعيا فليس بالمعنى الذي يضر عندكم وإنما غاية ما هناك أنه مثلا يسلم بفضاء الأمير المؤمنين عليه السلام أو يقدمه على عثمان أكثر من هذا ما تقدر تتجاوز الحق وتتمادى وتبهت الرجل بما ليس فيه إن كنت تتق الله عز وجل هذا المثال الأول من أحاديثي شوفوا أحاديثه أحاديثه لا تشبه أحاديثنا وبالمناسبة نحن لا نعرفه في رجالنا إذا واحد راجع ليس الوليد بن جميع هذا معدودا في رجال الشيعة بحسب معاجمنا مصادرنا كتب الرجال عندنا